المجلس الرئاسي يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغة بعد جلسة تحقيق استمرت خمس ساعات بحضور أعضاء المجلس مندوب ديوالي الكبرى بمجلس الأمن يدعون للحل السياسي وتقريران أممي وأمريكي يكشفان تدخلات الروسية والتركية في ليبيا تأسلمون وتسليم بين المشاشي والفخفاخ وأسطى خلافات وانقسمات مشاهدين هذه تفاصيل النشرة أهلا وسهلا بكم عقد رئيس المجلس الرئاسي فايزة سراجة اجتماعا مع وزير الداخلية فتح باشاغة بمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بترابلس وهو أول اجتماع بينهما منذ أن أصدر رئاسي قرارا بإخاف باشاغة هذا وأفضل اجتماع إلى عودة الأخير من جديد إلى السابق عملي حكومة الوفاق ترفع الوقف الاحتياطي عن باشاغة وتعلن عن عودته إلى العمل اليوم جاء ذلك بعد وصول وزير الداخلية فتح باشاغة إلى مقر حكومة الوفاق في العاصمة ترابلس اليوم الخميس إذانا ببدء التحقيق معه امتتال وزير الداخلية للتحقيق الإداري وفق القرار وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 562-2020 يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الموطني واحترام ترتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون ونشرت قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية عناصرها بشكل مكثف في محيط المقر ويوم الجمعة الماضي أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإيقاف باشاغة احتياطيا عن العمل وتحويله إلى التحقيق مرجعا ذلك إلى التحقيق مع الوزير بشأن التصريح والأذنات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والإحداث الناجمة عنها والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين وطلب باشاغة وقتها قبوله بالمسائلة شرط أن تكون مرئية ومنذ مطلع الأسبوع الماضي تشهد مدن الليبية عديدة مثل طرابلس ومصراتة وسبها وغات والزاوية مظاهرات حاشدة ضد تفشي الفساد في البلاد وترد الخدمات العامة لا يزال مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية إلى الجلوس على طاولة الحوار والابتعاد عن المواجهات العسكرية موقف دعمته عدة دول إضافة إلى الحل الذي يقتصر على إعلان السرط والجفر منطقتين منزعتين السلح وضع ليبيا أصبح يأخذ منحا آخر فداخليا اتفاقات جلها منتهكة وخارجيا إدنات وجلسات آخرها إحاطة لمجلس الأمن التي جاء فيها على لسان الممثلة دائمة لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيلة كيلي كرافت إن ليبيا في منعطف حرج معلنة تلحبها بإعلاني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايزا سراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح في الواحد والعشي من أغسطس وقف إطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة الموقف الليبي جاء عن طريق مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني الذي شدد على ضرورة إيجاد حلول سياسية كاملة غير منقوصة للأزمة الليبية هدفها علاج جذور الأزمة وليس تأجيلها أو الالتفاف حولها مطالبا في هذا السياق بالإسراع بالالتفات إلى مطالب رئيس المجلس الرئاسي فايزا سراج بتنظيم انتخابات الرئاسية وبرلمانية بحلول مارس 2021 وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون وحدهم مضيفا أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه يقتضي أن تصبح منطقتين السيرت والجفرة منزعتين السلاح مطالبا بحلول سياسية غير منقوصة داعيا في الوقت نفسه الإسراع بتعيين مبعوث أممي جديد مندوب روسيا ونائب المندوب البريطاني بدورهما دعا الأطراف إلى إطلاق حوار وطني في أقرب وقت ممكن تحت مضلة مؤتمر برلين وأن التظاهرات الأخيرة في طرابلس دليل على نفاذ صبر الليبيين مشاهدين بالعودة إلى اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايزا سراج ووزير الداخلية فتح باشاغة ينضم إلينا من بريطانيا المتابعة لشان الليبي فرج فركاش أهلا وسهلا فيك سيد فركاش مبدئيا دعنا نتحدث عن ما الجديد الذي طرى لاجتماع الطرفين دون شرط باشاغة اليوم نعم مساء الخير أعتقد الموضوع هو في الحقيقة لم يكن شرطا بأن كان طلبا من بشاغة عندما بيانه بأنه قابل للمثول أمام المجلس الرئاسي للتحقيق ولكن طلبا في ذلك البيان أن تكون جسالين نحن كنا تمنى في الواقع أن تكون جسالين لنعرف ماذا يدور ولكن يبدو كما وصلنا أن هناك اجتماعات ربما مسبقة دارت ربما ليلة عمس تدخلت فيها شخصيات ربما مصراتها وجمعت بين فتح بشاغة والسراج لأعتقد كان يقول المثل لترطيب الأمور وأعتقد أثمرت اليوم ما رأيناها طبعا هناك أيضا كانت ضغطات دولية رأيناها هذا في البيان الصادر من بيان السفارة الأمريكية في الـ 29 من غسطس الذي أعلنت فيه أن أمريكا تقدر الشراكات الوثيقة مع رئيس مزراء السفارة والسفارة الداخلية وبذلك أعلنت دعمها لبقاء بشاغة ألقا في الوقت الحالي وإذا رأينا بيان البيان إذا ما عدنا إلى تصريح سيد بشاغة الذي حتى مر معنا الآن في التقرير والذي قال أن امتثاله اليوم للتحقيق أو هذه الجلسة التي كانت بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي فايزة السراج وهو بررها بأنها ضمن عمله وهو أنه تحت شرعية المجلس الرئاسي اليوم ولهذا اجتمع مع سيد فايزة السراج هل عندما أصدر سيد فايزة السراج قرار بإيقافه عن العمل لم يكن تحت شرعية المجلس الرئاسي أعتقد البيان واضحة أعتقد أنه عندما أصدر البيان قال أنه يمتثل للشرعية أعتقد أنه كان واضح في ذلك الأمر كانت هناك فقط ربما خلاف في وجهة النظر حول كيفية التعامل مع المظاهرات وحرك الشارع على ذلك الظهر بشارة التالية من المؤيدين لحرك الشارع ولكنه أيضا أشار إلى دستين وكان يعني بذلك هناك قوات محسوبة على المجلس الرئاسي هم من اندسوا داخل المرضاهرة وهم من بادروا بإطلاق النار وهذا ما تسبب لرمض في اتباع بالجرحة والحمد لله أنه يكون هناك قتل سيد فركاش فقط بإجاز برأيك هل سيكون هناك تظاهرات مجددا ستتجدد تظاهرات في ترابلس نعم نحن نتمنى أن يستمر حرك الشارع وذلك اليوم بيانة صدرة من حراك أغسطس 23 أغسطس يقولوا فيها نعم سيكون هناك مظاهرات ربما ستكون هناك مظاهرات غدا لا أدري إن كان هذا سيتماشى مع الحظر الحالي ولكن أعتقد أن الحراك سيستمر نعم إذن شكرا لك من بريطانيا المتابعة لشأن الليبي سيد فرج فركاش كنت معنا أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح قرارا بتكليف لجنة حوار للقاء مجلس الأعلى للدولة في طر الاجتماعات المرتقبة لإحياء ما أطلق عليها المسار السياسي بإشراف أممي وبتنظيم من المغرب مطلع الأسبوع المقبل هذا وكان عقيل الصالح قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة حوار للقاء مجلس الدولة بالمغرب تتكون تلك اللجنة من أربعة أعضاء هم عصام الجهاني مصباح دومة إدريس عمران عادل ميلود وثلاث مستشارين هم عاطف ميلود حمدي أحمد فيصل رزق بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري نفى الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم اليوم أن تكون البعتة تحضر لأي اجتماعات بين أعيان المنطقة الجنوبية في العاصمة المصرية القاهرة وجاء تعليق جان العلم الذي اختص به بوابة الوسط بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التحضير لاجتماعات قريبة لأطراف من الجنوب في القاهرة مؤكدا أن أي أخبار ليست منشورة على موقع أو صفحات التواصل الاجتماعي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحن غير مسؤولين عنها الرئيس التونسي قيس سعيد وخلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإناب ستيفاني ويليامز يبدأ استعداده لاستضافة حوار وطني جامع لمختلف مكونات الشعب الليبي تونس على أهبة الاستعداد لاستضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي لإعادة إطلاق العملية السياسية هذا ما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيسة بعثة يخفي استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكاناتها لتحقيق الاستقرار مجددا ترحيبه بأعلان وقف إطلاق النار في ليبيا باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار بدورها أكدت ويليامز على أهمية الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت باعتباره الوحيد لحل الأزمة في ليبيا أقدر حخامة الرئيس على أن الحل الوحيد إلى الأزمة الليبية هي حل سلمي وسياسي وجاءت زيارة ويليامز إلى تونس تكميلة لسلسلة من الجولات المكوكية إلى مصر والمغرب لتهيئة الأرضية لبدء جولات جديدة من الحوار السياسي بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة معنا من طراب لوصل المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن نصر أهلا وسهلا بك سيد بن نصر مدئيا ما هي طبيعة اللقاء أو ما هو طبيعة اللقاء الذي سيكون مطلع الأسبوع المقبل بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب السلام عليكم تحييتي برك ولكل المشاهدين الكرام أهلا بك طبعا هناك عديد الدول التي متداخلة في الشأن الليبي بشكل إيجابي تحاول الوصول إلى حل سلمي وحل سياسي للأجمع الليبية وكذلك نحن في المجلس الأعلى للدولة طالبنا عديد المرات بأن يكون الحل في ليبيا وحل سياسي بعيدا عن البنادخ والعمليات القتالية هناك لقاء بين وفد من المجلس الأعلى للدولة ووفد من مجلس النواب في المغرب بوساطة المغاربية وبدعم أمريكي سيكون مطلع الأسبوع القادم ولكن هذا اللقاء هو فقط لقاء تشاوي لأن هناك أي حوارات رسمية ستعقد خلال الأسبوع القادم أيضا هناك حوار ولقاء في جينيف برعاية الأمم المتحدة مع شخصيات سميت من مؤثرة في الشأن الليبي ولكن أيضا نؤكد بأنه ليس حوار بصفغة رسمية المجلس الأعلى للدولة وافق على حوار سياسي بشكل رسمي في جلسة رسمية هذا الحوار يضم 13 من أعضاء مجلس النواب و13 من أعضاء مجلس الأعلى للدولة وكذلك 13 شخصية تختارها البعثة الأممية لإحداث توازن اجتماعي إذا فقد في الكتلتين من مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى الآن لا توجد أي جلسات رسمية ولكن كل هذه الجلسات هي جلسات تشعورية كما ذكرت هل في هذه الجلسات سيكون هناك وضع شروط من قبل الطرفين ومن قبل أيضا الشخصيات التي ستختارها الأمم المتحدة إذا استحدثنا عن اللقاء الذي سيكون ما بين وفدي المجلس النواب ومجلس الدولة بكل تأكيد هي جلسات لن تخرج بها قرارات أو آراء أو نتائج هي فقط كما ذكرت جلسات لتبادل وجهات النظر أو ربما للوصول إلى تقارب في وجهات النظر ولكن الجلسات الرسمية أو الحوارات الرسمية التي ستعقد مستقبلا المجلس على الدولة لديه شروط مسبقة وثابتة أولها أن لا يكون هناك حوار مع من قام بالهجوم على المدن الليبية والعاطمة ضرابيس هنا نتحدث عن خليفة حفتر أيضا الحوار أو أي حوار قادم لا بد أن يكون في إطار الاتفاق السياسي والذي نص على أن الحوارات التي من الممكن أن ينجم عنها قرارات وأن ينجم عنها فعلا خطوات فعلية في مصير المستقبل الليبي متى ستكون ومع من ستلتقون هناك مساعي للعودة من البعثة العمومية لحوار جينيف الذي كان سيعقد في أيام غسان سلامة ولكن أزمة كورونا وإيقالة أو استقاط غسان سلامة هي ما أخرت هذا الوضع ولكن كما ذكرت لك بأن اللقاء الرسمي أو الحوار الرسمي الذي تمسك به المجلس العالى الدولة هو الحوار الذي كان يسمى حوار جينيف في تلك الفترة والمسارات الثلاثة الاقتصادي والسياس مستقبل المتى سيكون فقط سيد بناصر لضيق وقت النشر متى سيكون ومن هي الأطراف التي ستتحورون معها الأطراف كما ذكرت لجنة حوار المجلس الأعلى الدولة ونجلة حوار المجلس النواب و13 شخصية اختاروا هذه البعثة العمومية لإحداث التوازن الجماعي الموعد غير معروف إلى الآن إذن شكرا لك محمد بناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة من طرابلس كنت معنا تقارير تابعة للأمم المتحدة تفيد بتدخل تركيا وروسيا في ليبيا وذلك عن طريق تغذية الصراع الليبي بمقاتلين من جماعة الفاغنر الروسية وبمرتزقة سوريين زجت بهم أو زجت بهم تركيا في الصراع الليبي التفاصيل في التقرير التالي في خضم التطورات المتسارعة وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين القيادة العامة وحكومة الوفاقة تقرير للأمم المتحدة طلعت علي وكالة رويترز الأربعاء مفاده أن روسيا عززت دعمها اللوجستي لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في ليبيا بحوالي 338 رحلة شحن عسكرية من سوريا في الأشهر التسعة المنتهية في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي ويأتي ذلك لمساعدة مقاتلية المجموعة التي تدعم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حسب التقرير الذي أعده مراقبون مستقلون للعقوبات وقدموه إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي لكن لم يتم الإعلان عنه بعد وخلص التقرير إلى أن الدعم اللوجستي العسكرية الروسية المباشر إلى مجموعة فاغنر وربما شركات عسكرية خاصة أخرى مقرها الالتحاد الروسي زاد بشكل كبير من يناير إلى يونيو 2020 وقال تقرير الأمم المتحدة أنه ما زال حضر الأسلحة غير فعال تماما حيث وجد أن تركيا والإمارات والأردن وروسيا وقطر انتهكت حضر الأسلحة المفروض على ليبيا وأشارت رويترز إلى أن بعثات الدول الخمس لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلب منها للتعليق على هذه الاتهامات وفي السياق أصدرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكم بيانا وجاء فيه أن تركيا أرسلت أكثر من خمسة ألاف مرتزق سوري لدعم حكومة الوفاق الوطني وقالت أن بعض المتطرفين الذين تربطهم صلاة سابقة بمنظمات متطرفة ضد العنف قاتلوا في الحرب الأهلية الليبية المحتمل أنهم كانوا يقاتلون لأسباب مالية وشخصية أيديولوجية وأشارت الأفريكم أن عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في شمال أفريقيا محدودة خلال هذا الربع لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية وجود مادي في ليبيا منذ أبريل 2019 بسبب البيئة الأمنية غير المتوقعة التي سببتها الحرب الأهلية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والجيش الوطني الليبي معنا من الزوية المتابعة للشأن الليبي عبدالعظيم البشتي أهلا وسهلا بك سيد البشتي اليوم نتحدث عن دول التهمة بتدخلها في ليبيا سواء كان عن مرتزقة كما صنفات أو أيضا عن طريق تسليحها للأطراف من الجهتين الأطراف المتنازعة في ليبيا عدم رد البعثات المتهمة اليوم هل هو صمت موافقة وتأكيد على هذا الاتهام أم أنه عدم اكتراث المساء الخير شكرا على الاستضافة تحية لكم لمشاهديكم الكرام دون شك يعني بعد سرقوا فرحتنا كنا سعى وسعداء بيقاب الحرب وكان هذا إنجاز كبير جدا كنا ننتظر فعلا أي مسار من مسارة الحوار السلمي بين الأطراف وتدفع للدول المعنية بشأن الليبي خاصة دردوي السواعي مساعي الخيرة وخاصة أمريكا بدفع الأطراف إلى التحاور إلى الجلوس للحوار ولكن للأسف الشديد ما نسمعه الآن أن الأطراف التي تشعل الحرب في ليبيا منذ فترة طويلة لا زالت مستمرة في غيها وبدعمها كما قلت بالميليشيات والأسلحة يعني هذه الأرقام الكبيرة من الطيران التي الطيرات التي تحمل السلاح إلى شرقا وأربط هذه الدول لا يبدو أنه لا يسعدها أن ترى ليبيا دولة مستقرة يعني يعمها السلام ويحاول يصل أبناء شعبها إلى سلام ومعام وبالتالي هذا هو التيار الذي نجح الآن نحن نتمنى ونرجو فعلا تدخل دول فاعلة في هذه الأزمة ونردع هذه الأطراف التي تشعل الحرب في ليبيا وتركناها لحالنا أن كان ليس ممكن لمحاولة إيجاد حل مستمرة سيد البشتي هذه كل هذه المواطعات متداولة لما يحصل اليوم في ليبيا هناك دول وما إلى ذلك وهذا ما ذكر أيضا في التقرير ولكن سؤالي اليوم عدم رد البعثات المتهمة فعليا متواجدة في الأمم المتحدة وعدم ردها على هذا الاتهام الذي صدر نحيتها هل هو عدم اكتراث لما قيل ولم ظهر أم أنه فعلا اليوم بصمتها هذا تعلن بأنها ساهمت في الحرب في ليبيا دون شك أنا أجد أنها متورطة وأن الأخبار لا بدأت كل مئة بالمئة بالأرقام حسب الواردة ولكن دون شك هذه الأطراف متورطة بشكل أساسي وكبير في الأزمة الليبية وهي التي تستمر في إشعال الحرب وابتالي هذا الرد كما قلت فعلا أنها تمضي قدما في أسلوبها وطريقتها ولا تكترث بما يقال أو بالإدانات التي تأتي من بعض الدول ولكن كون هذه الدول متورطة ومستمرة في تورطها إشعال نار الحرب في ليبيا هذه الدول تركيا وروسيا تعلن بالمعدات وسلاح المرتزقة هذا الشيء لا مجال الشك فيه طبعا طيب اليوم الأفريكم قدمت دريعة بأن عدم التدخل للولايات المتحدة أو أمريكا في شأن الليبي مؤخرا ولم يكن لها دور فعال نتيجة الحرب التي كانت دائرة في ليبيا اليوم هناك أعلان لهدنة ومدانة نقول بأن الوضع أهدى مما كان هل سنرى دور فعال للأمم المتحدة الآن في ليبيا أنا أعتقد ذلك أنا أعتقد أن الانخراط الأساسي والذي أوقف الحرب وهذه الفترة الطويلة هي الدور الأمريكي الفعال في ليبيا أساسا ولكن فعلا هذا الهدوء النسبي الموجود الآن وعلى أقل إيقاف الحرب كان يجب أن تستثمره الأمم المتحدة في محاولة دفع الإطراف هي أما العودة إلى مسار برلين أو إيجاد جديدة للحوار وفعلا هي غير قادرة للأمم المتحدة ولا الدول الكبرى غير قادرة لردع الدول المتداخلة في شأن الليبي سلبيا والتي تكدش السلاح في ليبيا يبدو أنها غير قادرة لردعها ولكن على الأقل يجب محاولة الانحياز للحيار السلمي والحوار وبالتالي استدعي استدعي دفع الأطراف إلى هذا الأمر نعم إذن سيد البشتي من الزاوية المتابعة للشأن الليبي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات حضر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل من أن الحرب ستستمر في ليبيا التواصل تدفوق الأسلحة والمرتزقة بوريل الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سمح شكري قال إن الاتحاد الأوروبي حقق بعض النجاح عبر عملية إيريني بدورها أكد السيسي على موقف مصر الثابت الداعم لمصار الحال السياسي للقضية الليبية وذلك بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة على حد قوله مرحبا بأن بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهديئة والسلام والبناء والتنمية انطلقت الانتخابات البلدية في مدينة مصر لاختيار رئيس جديد للمجلس البلدي في المدينة نتابع المركز الانتخابية فتحت أبوابها أمام المواطنين في مدينة مصر حيث بدأ صباح اليوم الاقتراع والإدلاء بالأصوات للمرشحين في 26 مركزا في المدينة المتحدث باسم اللجنة الفرعية مصر قال إن آلاف المواطنين قد قاموا بالانتخاب وإن عملية الاقتراع تسير بشكل جيد ولا يوجد خرقات أو مخالفات بدأنا العملية الانتخابية ساعة 9 صباحا اليوم الأمور الحمد لله رب العين تصير حسن وبسهولة وسلاسة الوضع العام بشكل عام يعني تقدر تقول كويس كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية تم اتخاذها خلال اليوم الانتخابي بالتعاون مع الإجان الطبية لضمان عدم نقل العدوى أو إصابة أي من الناخبين والإجان المراقبة بفيروس كورونا في إطار سعي إيطاليا لإيجاد حل للأزمة الليبية أكد وزير الخارجية الإيطالية الويجي ديمايو أن دور إيطاليا في ليبيا يتمثل في استخدام نفودها على حكومة الوفاق والقيادة العامة من أجل إقناع الأطراف بالحديث وللتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ديمايو قال إن هناك هدنة جارية بناء على إعلان المجلسين الرئاسي والنواب عن اتفاق وقف في إطلاق النار لعبت إيطاليا فيه دور الوسيط هذا ونكر ديمايو أن إيطاليا بقيت إلى جانب ليبيا في أسوأ اللحظات وهي الآن تريد أن تكون بطلا في عملية إعادة الإعمار وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية الاتفاقية التركية الليبية خط أحمر هكذا أعلنها نائب الرئيس التركي فعد أقطاي ولا يحق لأحد مراجعة ذلك خاصة فرنسا مضيحا أن قرار الولايات المتحدة رفع حضر السلاح عن قبرص من شأنه زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة أقطاي شدد على أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن وأستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارس ضد الأتراك وتواصل أنقر تدريبات عسكرية بحرية بالدخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية المتوسط على نمسؤول إيطالي يدعى سليفاترو كوينتشي احتجاز قاربي الصيد طبيعين لأسطول البلدية في ميناء بنغازي بينما كان يبحران على بعد 35 ميلا شمال المدينة هذا وأبدى كوينتشي قلقه حيال الواقع التي جرت الثلاثاء الماضي داعيا إلى توخي الحذر في مفاوضات إطلاق القاربين كاشفا أنه في وقت حدوث الواقع كانت هناك تسعة قوارب صيد في نفس المنطقة تم احتجاز زورقين بينما فر اثنان آخران لكن سلطة الليبية أخذت عضوين من كلا طاقمي الزورقين المتواجدين الآن في ميناء بنغازي مشاهدين نشاطنا متواصلة وفيها بعض الفصل شينكر يقاطع السياسيين اللبنانيين أهلا وسهلا بكم من جديد حث مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر القدر اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب من جهته شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو على ضرورة نزع سلاح حزب الله مؤكدا أن الوضع في لبنان غير مقبول في هذا الوقت أعلن الجيش اللبناني العثور على أربع مستوعبات خارج مرفأ بيروت تحتوي على مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها أربعة أطنان وثلاثمائة وخمسين كيلوغرام بعد الرئيس الفرنسي حط الضيف الأمريكي مجددا في بيروت للتذكير بمواقف الإدارة الأمريكية تجاه الملف اللبناني وحزب الله فقد وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى لبنان أمس المحطة الأخيرة في جولته في المنطقة في زيارة يلتقي فقط ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكد أن حزب الله استفاد من الفساد في لبنان واعتمد عليه من خلال عدم دفع رسوم المرفأ وامتناعه عن دفع رسوم الجمارك وتقويض النظام المصرفي إلى ذلك أفاد بأن بلاده تقدر المبادرة والجهود الفرنسية مضيفا أن هناك بعض الاختلافات الصغيرة بين البلدين موضحا أن الحكومة الجديدة يجب أن لا تكون كالتي سبقتها وبالتزامن مع وصول شينكر إلى لبنان شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة نزع سلاح حزب الله مؤكدا أن الوضع في لبنان غير مقبول ولم يعد يمكن أن يستمر الوضع كما كان سابقا مشيرا إلى ضرورة تحقيق الحكومة تغييرا فعليا يلبي حاجات ومطالب اللبنانيين والقيام بإصلاحات عميقة يطالب بها اللبنانيون والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان تحقيق ذلك وأكد بومبيو أنه يعمل بشكل وثيق مع الفرنسيين وللهدف نفسه وسط الخلافات والانقسامات السياسية أدت حكومة هشام المشيشي اليمين الدستوري أمام الرئيس قيس سعيد بعد نيل هثقة من البرلمان بأغلبية مريحة نجحت حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان بعد تصويت كتل وازنة داخل المجلس النيابي كحركة النهضة وقلب تونس والإصلاح الوطني في المقابل فضلت أحزاب من الائتلاف الحكومي السابق عدم المصادقة على حكومة المشيشي على غرار حركة الشعب وحزب الطيار الديمقراطي وسط حالة من الخلافات والانقسامات السياسية التي يتوقع محللون أن تزداد في الفترة المقبلة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ اعتبر أن بلاده في قلب العاصفة وتخوض معركة حيوية ومصرية جاء كلامه خلال مراسم تسليم المهام من حكومته إلى حكومة المشيشي الجديدة وأوضح الفخفاخ أن جسم تونس ينخره الفساد الذي امتزج بالسياسة والنزع نحو المصالح الضيقة متابعا أن الوطن بصدد الضياع بين أياد الانتهازيين وشدد رئيس الوزراء التونسية المستقيل أن الصمت غير مقبول وأدت حكومة المشيشي اليمين الدستورية مساء أمس أمام الرئيس قيس سعيد وخلال الجلسة العامة وضع المشيشي أولويات أساسية لحكومته إيقاف نزيف المالية العامة وإصلاح القطاع العام ودعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الشرائية فهل تتمكن حكومة المشيش تحقيق هذه الأهداف معنا من تونس رئيسة المركز الدولي للسياسات الاستراتيجية دكتورة بدر قعلول أهلا وسهلا بك دكتور اليوم هي الفرصة الأخيرة لتونس في حال عدم اعتبادها للحكومة كان من الممكن أن يحل البرلمان التصويت اليوم بهذه الموافقة هل هو فقط من الممكن أن نعتبره هو فقط للحفاظ على البرلمان وكتله ألو نعم دكتورة نعم طيب مرحبا بكم حكومة المشيش نالت المشيش نالت يعني ثقة 134 نائب نحن نعتبرهم أنهم أعادوا ثقة لأنفسهم باعتبار أنه لو لم يعطيه تعطى كل هذه الأصوات لما حل البرلمان هذه نقطة نقطة ثانية أنه قال أنه لديه يعني خطة من أجل اقتصاد تونسي من أجل القدرة الشرائية من أجل هذا ما وعادنا به طبعا ثمانية حكام يعني ثمانية رؤسة حكومات متعاقبة والأمر يزيد التعطيب ويزيد يعني مشاكل في تونس أزمات عميقة جدا في العمق هل سيقدر المشيشي على الأقل حمحلة الوضع وإيقاف المزيد بالضبط هذا ما أريد أن أجيبك أو أسألك علي دكتور اليوم حتى الفخفاخ عند تسليمه لعهدته قال بأن هناك ملفات فساد اليوم المشيشي يتعهد بإصلاحات اقتصادية وهي الركيزة الأساسية مثل ما قال أن الإصلاحات الاقتصادية هي الخطوة الأولى لحكومته اليوم هناك ليس فقط ملفات فساد وأيضا هناك صراعات سياسية هل يمكنه أو هل يستطيع تنفيذ كل هذه الوعود التي وعد بها الشعب التونسي هو أنا أستبعد أنه يكون في الموعد طبعا وأنه يكون يستطيع أن يلبي الوعود الذي وعد بها لأنه من الصعب ضمن هذه النخبطة وهذه الخلطة الغير متجانسة السياسية يعني الكل يبحث عن نفسه طبقة سياسية مترحلة ورذيلة جدا في المشهد التونسي طبقة سياسية تزايد بالوطنية في الكلام لكن على حسب فهي طبقة تريد أن تبقي لنفسها صلوحيات السياسية وتفكر في مطالح الضيقة وحتى السياسية طيب جمعتي الكل دكتور اليوم بأن الطبقة السياسية الموجودة الآن هي طبقة دعينا نقول يعني متهالكة وغير قادرة على تنفيذ كل الوعود وإنقاذ الشعب التونسي من هي الشخصية أو ما هو الحل اليوم لتونس لإنقاذها مما هي فيه أنا لا أرى أنه توجد شخصية أو يمكن لشخصية يجب أن يكون هناك مجموعة لإنقاذ تونس لأن الشخص لا يمكن أن ينصد تونس ونحن نرى السيد رئيسي المهورية سيسر أنه في مأذق اليوم هل هذه المجموعة موجودة اليوم في البرلمان التونسي طبعا لا لا يمكن أن تكون موجودة في البرلمان التونسي البرلمان التونسي هو برلمان ضعيف جدا يحمد طبقة من أسوأ ما أنتجت يعني البلاد التونسية المفارقات كبيرة جدا النخبة السياسية التي يمكن أن يكون لها يعني إصلاح ويمكن أن تكون فاعلة لا توجد في البرلمان البرلمان يعني تعرف أنه هو ناس تتحقق يعني انتخابات والانتخابات كيف صارت والبيع والشراء أيضا اليوم الشعب التونسي لا يتأمل ما هو جيد في الحكومة المقبلة ولا حتى من الأعضاء الموجودين في البرلمان التونسي شكرا لك رئيسة المركز التولي للسياسات الاستراتيجية دكتورة بدرج علول كنت معنا من تونس قتل 16 مسلحا موالية لإيران في ضربات جوية يرجح أنها إسرائيلية على شرق سوريا جنوب البوكمال في محافظة دير الزور وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا وتعتبر هذه الغارة الإسرائيلية الثانية في غضون أسبوع بعد غارة أولى لاثنين ضد قوات النظام خلفت 11 قتيلا قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات يثبت أن المنطقة تتغير بسرعة بومبيو حتى نضراءه في كل محطة له من جولته على الاتحاد ضد تهديدات إيران للمنطقة مضيفا لقد شرعنا في بناء تحالف أو شرعنا في بناء تحالف بين حلفائنا في إسرائيل ودول الخليج التي تواجه خطرا مشتركا من قبل إيران وهي أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم على حد قوله مشاهدين نشرتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل النهوض من الدمار والإنهيار أهلا بكم من جديد في لبنان أزمة اقتصادية طاحنة وانفجار هائل قضى على الأرزاق كيف يمكن لللبنانيين أصحاب المدخرات النهوض من جديد بعد أن تهاوت قيمة ودائعهم في المصارف جراء أهتين النكبتين شهر مر على انفجار بيروت ومثل كثيرين من اللبنانيين المغتربين دأوا بانديم سرور على تحويل مدخراته إلى بلده لكي تكون سندا له عند عودته من الخارج غير أن قيمة ودائعه تهاوت وسط أزمة اقتصادية كما دمر انفجار المرفأ بيته وأغلقت البنوك النوافذ في وجه أصحاب المدخرات الذين أصبحوا يواجهون قيودا صارمة على ما يمكنه سحبه من أموال في الوقت الذي هوت فيه قيمة الودائع مع انهيار الليراء اللبنانية أمام موريس سرور والد نديم فيعاني هو الآخر من الأزمة نفسها بعدين أنا هالمصاري يعني يسيدي حططون لحتى أقدر عيش يومين بأخرتي هلأ كمان بلان أنه أنا أخده أنه أصليح بيتي فيهم طيب وكمان البنك ما بيعطيني إياهون حكاية سرور أبعد ما تكون عن حالة فريدة في بلد تراكم فيه جبل من الدين العام واجتذب مدخرات المودعين بأسعار فائدة مرتفعة غير أنه بدد معظم ما لديه من سيولة بفعل سوء الإدارة والفساد وفي العام الماضي انهار النظام الذي شبهه بعض الاقتصاديين بمخطط احتيالي للاستلاء على الأموال ولكن على مستوى الدولة مشاركة مشاهدين إلى الصفحة الاقتصادية ويارا مساء الخير يارا مساء الخير رحمة السلام نظمت الإدارة العامة للتفتيش والقياس في المؤسسة الوطنية للنفط ورشة عمل افتراضية تهدف إلى تبادل الخبرات بين المصنعين والمشاغلين حول تقنيات قياس النفط والغاز وقدم الخبراء والمختصون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عددا من العروض الفنية حيث تمت مناقشة عمليات قياس النفط والغاز باستخدام العدادات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية ومعايير معهد البترول في عمليات تحليل وسحب عينات النفط الخام ومتطلبات ضبط جودة النفط كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق أن قيمة العجز في الميزانية خلال سبعة أشهر من العام الحالي قد تجاوزت أربعة عشر مليار دينار حيث لم يتجاوز إجمال الإرادات النفطية والسيادية الأخرى ستة فاصل خمسة مليار دينار فيما بلغ إجمال نفقات الجهات العامة قرابة العشرين مليار دينار ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا محمد عمار معروف صبل التعاون المشترك في مجالي النفط والغاز وتواجد الشركات الإندونيسية بقطاع النفط صنع الله أكد أن الباب مفتوح للشركات الإندونيسية في مجالي النفط والغاز وتطوير القطاع بما يعود بالفائدة على الجانبين كشفت وزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 170% خلال أغسطس الماضي مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت إلى أكثر من 12 مليار دولار وهبطت تألير التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد بيانات أظهرت التضخم السنوي يقارب 12% ويفوق توقعات البنك المركزي الشهر الماضي ما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سيء عن فيروس كورونا تعقد بريطانيا جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري الأسبوع المقبل كما أن الحكومة تجري محادثات مع الحزبين الأمريكيين الرئيسين قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة وتعطي بريطانيا أولوية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة حيث تسعى لصياغة علاقات عمل جديدة في أنحاء العالم بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي وخروجها من كافة الاتفاقيات التجارية التي تفاوض عليها التكتل وصلت أسعار النفط خسائرها لتنخفض أكثر من 2% وتبلغ أدنى مستوياتها منذ أواء الأغسطس اذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء ضعف أكبر للطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا تراجع الدولار أمام دينار الليبي بواقع خمسة قروش مقارنة بالسعر المثجر الأمس أمام ذا في البرصات العالمية هذا كان كل شيء في الاقتصاد والآن ننتقل إلى الصفحة الرياضية أكد المدير لداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني أن معسكر منتخبنا الوطني الذي سيقام بمدينة زوارة سيستمر لمدة أسبوعين ويقتصر على اللاعبين المحليين فقط في المرحلة الأولى وأوضح الترهوني أن هناك معسكرا آخرا في تونس عقب انتهاء المعسكر الأول بدأ نادي دارنس تنفيذ مشروع إعادة الإعمار والتطوير داخل النادي بعدما باتت بعض المرافق آهلة للسقوط ويهدف المشروع الجديد لإزالة المبنى لداري القديم واستحذات مساحات جديدة واستغلالها بالشكل الأمثل ضمن استراتيجية إعادة الإعمار والتطوير التي طالبت بها اللجنة التسييرية نظم الاتحاد الفرعي للشترنج بالترابلس مهرجان ماركوس للشترنج الذي شارك فيه 25 لاعبا لفئات الناشئين والكبار للذكور والإينات وشهد المهرجان الذي أقيم بقرية الريغاطة تنافسا كبيرا حيث تويج بفئة الكبار محمد البرغتي فيما نال حاتم أبو منجل لقب الناشئين وتحصلت الشترنجية أبرار سالم على لقب الإينات بات رحيل لويس سواريز عن فريق برشلون الإسباني في حكم المؤكد حيث كشفت العديد من المصادر الصحفية في إسبانيا أن وجهته الجديدة هي يوفينتوس الإيطالي مشاهدين الآن إلى صفحة الكاريكاتوري ختم النشرة نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدو تيفي تنميرت ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا